موسيقى السلام عليكم بعد سبعة واربعين يوما من المعركة التي أعلن نتنياهو أن هدفها هو إعادة المحتجزين بالقوة وليس بالتفاوض أو عبر صفقة تبادل لكنه اليوم وتحت ضغط الخسائر في المعركة ومطالب أهالي المحتجزين خضع ونزل من الشجرة وتراجع عن أبرز أهداف معركة العدوان ورضخ لشروط المقاومة وضغط المجتمع الإسرائيلي لتكون الصفقة المنتظرة والهدنة الإنسانية لمدة أربعة أيام مقابل الإفراج عن خمسين طفلا وامرأة غير مجندة من الطرف الإسرائيلي وفي الطرف الآخر سيتم الإفراج عن الأطفال والنساء الأسيرات الفلسطينيات هنا نتحدث عن الأسباب السياسية والعسكرية وكيف ستؤثر هذه الصفقة على سير المعركة بعد الهدنة ومصير حكومة الاحتلال لاحقا أرحب بضيفي هنا بالأستوديو المختص في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية الأستاذ عامر حسن عباس أستاذ عامر أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بك وبنشاهدين الكرام وعبر سكايب أيضاً بالأستاذ أحمد الحيلة الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد الحيلة لو تدأت من عندك هل تمت برأيك الصفقة فعلياً أم هناك تخوف واحتمالية من تلصّل إسرائيلي ونقد الاتفاق؟ حسب المعلن من جميع الأطراف حتى بما فيهم الطرف الإسرائيلي نعم الصفقة من المفترض نظرياً أنها تمت احتلال إسرائيلي أعلن عن ذلك أيضاً حركة حماس أعلت عن ذلك وقدمت مجموعة من التفاصيل للإعلام بالإضافة طبعاً إلى الحديث القطري الرسمي الذي ذيل ببيان من الخارجية القطرية هذه الصفقة رغم أنها تمت لكن حسب التجربة مع الاحتلال الإسرائيلي الحضر كما يقولون واجب وتنصّل وتنصّل حتى لو في اللحظة الأخيرة أعتقد أنه ممكن هذا الاحتلال في تقديري لو أنه وجد صيداً ثميناً كما يقال أو استطاع أن ينجز إنجازاً ما حتى ولو في الساعة قبل الأخيرة يمكن أن يتجاوز هذه الصفقة ويدهب باتجاه مخطط التصعيد أو جني الثمن من الطرف الفلسطيني لكن طالما أن المقاومة يقضى في قطاع غزة وطالما أن الأطراف تراقب المشهد ساعة بساعة سيضطر الاحتلال مرغماً ليس بإرادته إلى الذهاب باتجاه تنفيذ هذه الصفقة لأنه لا مناصّة له ولا مخرج إلا بتنفيذ الصفقة لمجموعة طبعاً من الأسباب قد ناتي عليها لاحقاً طيب طبيعة من سيتم تحريرهم ويعني دلالة ما دلالة يعني أن يكون النساء والأطفال مقابل النساء والأطفال هذا مؤشر أول شيء على أن الاحتلال كسر كل اللاءات الثلاثة التي رفعها فهو قال لا وقود ولا هدنة ولا خروج لأسرى إلا بالقوة هذه توضح تماماً بأن كل هذه اللاءات كسرت والاحتلال نازل عند شروط المقاومة أما فيما يتعلق تحديداً من نقطة النساء والأطفال فأعتقد أن هذه مقدمة لما يمكن أن يكون لاحقاً لأن الذهاب باتجاه تحرير جميع الأسرى الجنود والضباط والمدنيين دفعة واحدة في ظل تشنج الإسرائيلي والتعنت وحالة التطرف والخلافات الداخلية الموجودة داخل الكابينت نهيك عن الدعم الأمريكي الذي كان دعماً مطلقاً ولا زال إلى اللحظة لكن بدأ واضحاً أن هناك فشلاً ذريعاً على المستوى الأمني على المستوى العسكري، على المستوى العمليات عدم القدرة على تحقيق مجموعة من الأهداف كل ذلك دفع لطرف الإسرائيلي وبقبول أمريكي لأهمية بدء النزول عن الشجرة لا يمكن القفز مرة واحدة لأنه كما تدرك ويدرك الجميع المتابعين بأن نزول من يمين نتنياهو حكومته المتطرفة دفعة واحدة من النقيد إلى النقيد قد يكون هذا الأمر صعب جداً وغير ممكن ولذلك يبدو أن الوسطاء كانوا يفضلون النزول عن السلم درجة درجة فكانت الدرجة الأولى هي الذهاب باتجاه المدنيين من الأطفال والنساء خاصة وأن كتاب القسام مع بداية المعركة أعلن بشكل مواضح على سن المتحدث أنه لا مشكلة في إطلاق صراحة ولا من الساعة الأولى نعم طيب كيف وصلنا إلى هذه الصفقة يعني بالإضافة إلى ما ذكرت ضغوط أمريكية يعني ولماذا نتنياهو أخيراً هل هو الضغط الشعبي بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية أم الخسائر العسكرية على الأرض بالنسبة للأسباب الموجبة لهذه الهدنة المؤقتة والصفقة بلا شك في هناك مجموعة من العوامل الأول عامل هو الجبهة الداخلية الجبهة الإسرائيلية الداخلية هذه الجبهة عولت على نجاح القيادة العسكرية والأمنية بقدرتها على إنجاز شيئاً ما حتى لو كان جزئي وهذا ما كان يعول عليه طوال الأسبوع الماضية لكن الجبهة الداخلية وصلت إلى قناعة أن القيادة غير قادرة على تحقيق إنجاز بمعنى أن كل الأهداف التي رصدت اللي كانت على مستوى تدبير حماس إبادة حماس إعادة الأسرى بالقوة كل هذه فشلت وبالتالي كان هناك فشل المضقع هذا جانب جانب الآخر الجبهة الداخلية تعرضت لحالة من الضغط النفس الشديد غير المتوقع أولاً قدرة كتاب القسام وحركة حماس على الضغط على الجبهة الداخلية من خلال ما تابعناه من إطلاق بعض صراح الأسرى للنساء والأطفال ومن ثم عديدنا الفيديوهات التي تتحدث وتناشد دولة الاحتلال الإسرائيلي بدروا التدخل لإطلاق صراحهم الإعلان عن مقتل العديد من الأسرى كل هذا كان ضاغطاً على الجبهة الداخلية ناهيك أن هناك مسألتين مهمتين ضغطاً على الجبهة الداخلية المسألة الأولى متعلقة بالأمن الجبهة الداخلية طوال شهر ونصف فاقدة للأمن نحن نتحدث عن قرابة ربع مليون إلى تلتمائة ألف إسرائيل هؤلاء فقدوا بيوتهم جنوباً وشمالاً مما اضطرهم إلى أن يكونوا كنازحين تحت إشراف الدولة وهناك طبعاً كثير من التفاصيل التي تتحدث عن تقصير الدولة بحقهم هذا جانب الجانب الثاني وكان ضاغطاً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي هؤلاء نحن نتحدث عن تقريباً نصف مليون جندي تحت السلاح تركوا المصانع تركوا العديد من المؤسسات وبتالي هناك ضغط اقتصادي كبير الأمر الثالث والأهم لم يتوقع حجم الخسائر البشرية التي نتجت عن هذه المعركة عسكري نحن نتحدث يومياً عسكرياً نحن نتحدث يومياً عن عشرات إن لم يكن مئات الضباط والجن الذين يقتلون بطريقة استنزافية غير متوقعة بلا شك عامل الضغط الداخلي كان كبيراً جداً ولعل هذا الضغط في الجبهة الداخلية أثر على ما يسمى بوزارة الحرب وتابعنا كيف كان الخلاف خلافاً شديداً محتدماً ما بين اليمين المتطرف اللي هو المعروف الوزراء بن كفير والوزير سموتريتش إضافة إلى وزير الحرب جلانت ورئيسهم بن يمين نتنياهو من جهة وبين الوزراء الآخرين الذين يرون بأنه لا يمكن أذهب بعيداً في خيار القوة لإطلاق صراح الأسرة لأن هذا الأمر أصبح فاشلاً والنقطة التي ذكرتها أستاذ هشام متعلقة بالضغط الأمريكي وضغط الرأي العام الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها ولحد اللحظة تعطي ضوءاً أخضر وغطاءاً مطلقاً عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً إلا أنها ما عادت تحتمل الحجم الارتدادات التي تأتي بسبب سلوكيات الاحتلال النازي بقدله للأطفال والتدمير المباشر وهذا كان له انعكاس على المجتمع الدولي برمته لأن هذا النموذج نموذج تقريباً دمر ما يسمى بالسلطة الأخلاقية للمنظومة الغربية التي تعتبر أحد روافع الغرب في هيمنته على العالم قيمية ورحمة أستاذ أحمد نعم وفضل البقاء معنا أستاذ عامر حسن عباس عسكرياً يعني هذا جزء من اختصاصك عسكرياً ماذا تعني هدنة وما هي الظروف التي ترافق الهدنة وطبعاً هناك تساؤل ما الفرق بين الهدنة وإيقاف الحرب الإيقاف التام وطبعاً الهدنة في بدايتها هي وخفي لإطلاق النار لكنه محدود الأجل وقصير ولا يتبعه تفاوض على خطوات انهال الحرب هذه الهدنة قالباً هي في القانون للدول الإنسان يتحدث عن هدنة لأغراض إنسانية هدفها الأساسي هو إيصال المساعدات للمتضررين من الحرب إخلاء الجرحى من الطرفين حتى العسكريين لهم الحق في الإخلاء هذه الهدنة كذلك هي للوصول إلى شكل من أشكال قراءة الميدان بالنسبة للعساكر يعني العسكريين يدرسونها يرون من خلال الهدنة الأثر الذي أحدثته العملية العسكرية طوال الفترة الماضية ويعيدون تقييم أهدافهم العسكرية في الميدان مرة أخرى هذه الهدنة بمفهومها العام فيما يخص غزة هذه الهدنة هي تعتبر بأي شكل من الأشكال هي انتصار للمقاومة لأن العدو الإسرائيلي وقوة الاحتلال كانت تراهن على اختلاع حماس بهذه الحرب بصورة نهائية انتصار العسكري انتصار عسكري حاسم يتم بعده إنشاء سلطة أخرى في غطاء غزة وكان الحديث هكذا كان يريد الاحتلال يريد الاحتلال ولا ذا ليريد ذلك ولكنه لم يصل إلى هذه الأهداف ولم يصل حتى إلى أهداف تحقيق الأمان لدولة إسرائيل كل مدن الاحتلال هي تحت رشقات الصواريخ للقسام فبالتالي لم تستطيع تحييد قوة حماس وابتداء قبل هذه النقطة قبل أن نذهب إلى تفاصيل الهزيمة العسكرية إلى الآن ماذا يعني عدم نجاح الاحتلال وكل الأنظمة الاستخباراتية المتعاونة المتواطئة معه بأن تجد ولو محتجزا واحد علما بأن حتى بعض يقال أن ثلاثين محتجز هم لدى الأهالي وليس لدى المقاومة أصلا لم يستطع تستطيع كل هذه الأجهزة الاستخبارات أن تصل إلى واحد ماذا يعني هذا يعني أولا قوة تماسك الجبهة الداخلية للفلسطينيين في غطاء غزة نعم يعني أن المواطنين رغم هذه الخصائر الكبيرة في الأرواح لا ذل ولا منقطع النظير للمقاومة ولا ذل يعني ريهانهم على سلاح المقاومة وليس على سلاح الهدن ولا على منحات السلامة التي تأتي من الخارج نعم وأيضا يؤشر على التخطيط الجيد للمقاومة خلال السنوات الماضية بيعني إعداد مراكز القيادة والسيطرة إعداد مراكز الاحتجاز إعداد مراكز القتال تحت الأرض كل هذا التحضير له يعني أسئل له مساهمة كبيرة جدا في إخفاء هؤلاء الأسرة كذلك يعني أن هذه القوى الاستخباراتية الإسرائيلية والدولية هي عمياء على الأرض داخل قطاع غزة وهذا يعني أنا لا أقول خلوة القطاع من العملاء ولكن هذا يعني أن العملاء في غزة لم يكن لديهم أسر وبالتالي الشعب الفلسطيني اللحمة قوية جدا لم يستطيعوا اختلاق هذه المنظومة القيادة والسيطرة العسكرية على الميدان لحماس وكل فصائل المقاومة قوية التنسيق كذلك قوي لأن هناك أكثر من جبهة قاتل للضع الاحتلال في غطاء غزة نحن نعرف أن حماس يقاتل والجهاد الإسلامي يقاتل هناك تنسيق ميداني ممتاز وكذلك يعني أن الاحتلال الإسرائيلي عندما راهن على الحرب البرية لأنه سيصل إلى هؤلاء الأسرة لم يكن يخطط تخطيطا سليما ولم يعمل وفقا لمبادئ وقواعد العلم العسكري إنما كان مضغوطا ضغطا سياسيا وحاول أن يدخل إلى قطاع غزة لإرضاء والتغطي على هذا الفشل الكريم الذي حدث هو تم مباغاته لأول مرة أو لثاني مرة يعني لا يبدأ الحرب أستاذ أحمد الحيلة يعني ذكرت عن نزول نتنياهو عن مطالبه وأهداف المعركة نزول تدريجي ابتداء من هذا الرقم من التبادل البعض يتخوف يعني نهاية الحرب تكون هو فقط بانسحاب نتنياهو انسحاب أحادي من إسرائيل من المعركة وترك قطاع غزة إلى جراحه إلى أي مدى من تبقى من الأسرة أو المقاومة ستستخدم من تبقى من الأسرة في فرض طبيعة نهاية الحرب البنيامين نتنياهو من الصعب عليه أن يذهب باتجاه تك قطاع غزة دون أي ترتيبات لا يعني ذلك لا يعني ذلك أن الاحتلال سيفرض شروطه على الطرف الفلسطيني وإنما كل الدول تقريبا في الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ترى بضرورة الآن الاهتمام أكثر بالقضية الفلسطينية لأن عوامل التفجير هي عوامل قائمة وما زالت المرتقب إذا استمر المشهد على ما هو عليه بمعنى أن هناك صمودا على مستوى الجبهة الداخلية الشعب الفلسطيني حقيقة أظهر مستوى من الصمود قد يعجز عنه البشر وقد تضيق في وصفه الكلمات هذا الجانب الجانب الآخر أن المقاومة أدائها حقيقة كان ملفت نسميه أسطوري نسميه نوعي نسميه فارقة في تاريخ الإصراع مع الاحتلال الإسرائيلي كل ذلك جائز الآن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أنا في تقديري أن هذه الهدنة وما قد يليها من هدن سيحاول احتلال الإسرائيلي البحث عن مخارج ما هي المخارج هذه؟ أحد هذه المخارج وليس هناك احتمالات كثيرة لكن أحد هذه المخارج أن هذه الهدنة قد تكون بداية لهدى أخرى على قاعدة أو في محاولة إطلاق صراح الأسرى من الطرفين وبالتالي هنا الاحتلال سيضطر للتعامل مع مئتين تقريبا كما أعلنت كتاب القسم مع مئتين من الأسرى الجنود والضباط هل سيتخلى عنهم من الصعب؟ تماما أن يتخلى عنهم لأن إطلاق صراح الخمسين مدني ما بين النساء وأطفال هذا سيضغط أكثر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية لتقول لهذه القيادة المتطرفة أنكم فشلتم في الجبهة العسكرية لكن التفاوض والوساطة استطاعت أن تنجز ولو جزئيا وعليكم بالتالي أن تذهبوا أكثر في مسألة التفاوض عبر الوسطة لإخراج أبنائنا لدى كتائب القسام وهذا سيضغط على قيادة الاحتلال الإسرائيلي لأن تفاوض هنا تكون نقطة القوة لدى حركة حماس والطرف الفلسطيني بمعنى إذا أردتم إذا أردتم أبنائكم من الجنود والضباط فعليكم أن تقبلوا بمجموعة من الشروط قد يقول البعض أنه لا يستطيع الطرف الفلسطيني أن يشترط غير إطلاق 9000 أسير فلسطيني ونقطة أول ساطر أنا أقول لا بالعكس ما يجري اليوم من نموذج إطلاق 50 مقابل إطلاق 150 للنساء والأطفال مقابل إدخال المواد الغذائية والوقود والأدوية مقابل إلزام الاحتلال بوقف حركة الطيران كليا في مناطق جنوب وبسط غزة وساعات محددة بعينها في شمال قطاع غزة هذا يعني أن الطرف الفلسطيني لديها أولاق من القوة يستطيع خلاف موضوع الأسرة يستطيع بها أن يضغط على الطرف الإسرائيلي وأن يلزم بقضايا هو لا يريدها لكن سيذهب إليها مضطرا تحت مجموعة من الضغوط الجبهة الداخلية الوضع الاقتصادي التوتر الأمني فشل في القدرة على الحسم ضغط الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لا تريد لهذا المشهد أن ينزلق إلى الإقليم لأن هذا يعتبر محذور أمريكي وهذه الأمريات المتحدة الأمريكية حقيقة لا تريد انزلاق المشهد وبالتالي لابد من بحث عن مخارج لابد من إعطاء الفلسطينيين خلينا نسميه ولو مرحليا إعطاءهم شيئا ما ثمنا ما لابد أن يأخذوه مقابل تهدئة الجبهة وتبريد الجبهة والذهاب باتجاه إطلاق صراح الأسرة من الطرفين طبعا هذه الشروط قد تكون مفتوحة من الصعب لأن تكاهم بما هي لكن أنا لا أستبعد لأنني لو أريد أن أذكر في خطاب لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس تحدث عن أشياء مهمة وهي كانت بالمناسبة الدوافع التي أدت إلى هذه المعركة ومنها حماية المسجد الأقصى منع تهويد مدينة القدس وقف الاستطان في الضفة الغربية وإطلاق كافة الأسرة في سجون الاحتلال وخامسها أن رئيس المكتب السياسي اسمعين هنيئ طرح قال أنه هذه أو نحن كفلسطينيين مستعدون لمسار سياسي بمعنى هذا شيء متعلق بالمنتج السياسي في سياق أو باتجاه الدولة الفلسطينية ما هي كيف تكون أين هذه مساء لأعتقد لاحقة يمكن الحديث فيها شكرا لك أستاذ أحمد الحيلة الكاتب والمحلل السياسي أستاذ عامر حسن عباس اليوم عسكريا يعني كانت هناك شراسة من العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة علاقة يعني هذه الحدة من المعارك اليوم بالصفقة التي من المنتظر أن تتم يعني جولتها أو جولتها الأولى غدا وطبعا يعني يترافق زيادة النشاط العسكري مع قرب موعد إقاف الإطلاق النار والهدى دائما بغرض الضغط النفسي على الطرف الآخر نعم وبغرض تحقيق بعض الأهداف العسكرية التي لم يتم تحقيقها ويلح عليها القادة العسكري في الميدان يعني إذا كانت هناك نقاط حصينة للمقاومة على الأرض موجودة ولم يستطع الاحتلال الإسرائيلي أن يصل إليها بقوته البرية يحاول في هذه الساعات أن يدوك هذه المواقع بالمدفعية والطيران حتى يستوفي استحقاغات الميدان يعني هكذا تجري العمليات في الساعات الأخيرة واللحظات الأخيرة قبل التغنر وكذلك المقاومة تقوم بنشاط على الأرض يجبر العدو على التراجع وشهد فيديوهات بفعل اليوم كان هناك فيديوهات تظهر يعني استهداف المقاومة لعدد كبير من الآليات والجنود صحيح قد يكون اليوم أوضح يعني فيديوهات انتشرت للمقاومة عن استهداف مجموعات راجلة من الجنود طيب هل سيكون برأيك يعني مقابل هذه الهدنة في قطاع غزة طبعا معلوم أن يعني الحرب التي تقوم بها إسرائيل ليس فقط في قطاع غزة هنالك حرب شرسة ضد الأهالي في الضفة الغربية وهنالك حرب أيضا في الشمال مع جنوب لبنان هل برأيك أن تزيد يعني أن يزيد عنف الحرب في الجهتين الأخرتين مقابل هدنة في قطاع غزة طبعا هذا يتحقق أو يضع يعني يصهر من خلال أهداف إسرائيل من هذه الهدنة نعم أحد أهداف إسرائيل من هذه الهدنة هو امتصاص القضب العالمي تجاه العمليات الحربية نعم وإذا أخذنا هذا في الاعتبار أنا أتوقع أن الجبهات الأخرى ستشهد هدوءا نسبيا إن لم يكن هدوءا كاملا نعم لأن ذلك سيرسل رسائل أن إسرائيل التزمت بالهدنة سيحاول تهدية العواصم القربية التي تساند إسرائيل وبدأت في التململ من نتائج هذه الحرب المتوحشة الانتقامية في مواجهة الشعب الفلسطيني فبالتالي الضفة طبعا نشاهد هذه الفيديوهات التي نشغلها المقاومة سيسحب البصاد من مفهوم إسرائيل في أنها تتعامل بصورة هدية أو بصورة إيجابية مع هذه الهدنة فبالتالي هي تحاول أن تنتص القضب الموجود في الغرب تحاول أن تستعيد لحمة الدول الغربية التي وقفت معها بقوة في بداية هذا العدوان وبدأت الآن تضغط عليها لتقبل بمسل هذه الهدنة فأتوقع من هذا المعطى أن العمليات في هذه الجبهات ستكون هادئة ولكن طبعا العملي أن هذه الجبهات خير مشمولة بهذا الاتفاق الاتفاق الهدنة لأنه مختص بقطاع غزة فبالتالي ليس هناك ما يمنع بقيامة نشاطات هناك خاصة إذا حست أن التهديد كبير وأتوقع أن كان هناك نشاط أن يكون على الحدود اللبنانية أكثر من كونه على الضفة نعم بالمقابل ما بعد هذه الهدنة أستاذ عامر يعني في الغالب يعني في الغالب يكون أو تكون هذه الهدن هي مقدمة ليعني وقف الحرب وفي الغالب تكسر من حدة المعارك يعني يعود من الصعب أن تعود شراسة المعركة مثل ما قبل الهدنة برأيك الاحتلال هنا ما بعد هذه الهدنة وبالمقابل أيضا المقاومة الاحتلال ابتداء هل يستطيع أن يرمم نفسه في أثناء الهدنة ويعود بنفس الحدة والشراسة بعد هذه الهدنة أم شيء صعب على الأرض الآن وطبعا الاحتلال لديه أهداف من هذه الهدنة أول هدف منها هو يعادة انتشار قواتي على الأرض وفقا لنتائج العمل الذي تم في الثلاثة سابيع الماضية من الدخول البري الهدف الثاني هو محاولة اكتشاف مخابي الأسرى لدى حماس من خلال يعني هذه الصفقة صفقة التبادل يعني تحريك هؤلاء الأسرى من مخابيهم هذا العدد المحدود حوالي الكم وخمسين من النساء والأطفال هذا التحريك لهؤلاء ستحاول من خلال هذه الهدنة أن تعرف مخابي هؤلاء الأسرى فيه على الأرض كذلك تحاول أن تنطص غضب العالم من العملية العسكرية المتوحشة التي ذكرناها وتحاول أن تكتشف مخابي وقدرة المقاومة على إعادة الانتشار يعرف أن المقاومة لديها كذلك أهداف ستعمل من ضمن هذه الأهداف هو إعادة انتشار المقاتلين إعادة تموضع مراكز القيادة والسيطرة التنسيق الميداني للمقاتلين وهي أسهل الخبراء وأنت منهم هي أسهل فرصة للمقاومة من الاحتلال لأن المقاومة طبيعة وجودها مخفي هي بالغالب بين الأبنية المهدمة بين الأنفاق أما الاحتلال وجوده واضح جدا معلوم أين الآن تمركزه دباباته جنوده فهو بالفعل هو سيكون إيجابي أكثر للمقاومة من الاحتلال طبعا الاستفادة من هذا الركام الكبير طبعا هذا الضرب بالطيارات على المباني أحدث شكل من أشكال التخفي الأمثل للعسكريين الذين يقاتلون في مثل هذه الحروب الحروب الخاصة حروب العصابات حروب المباني المناطق المبنية هذه حروب صعبة جدا جدا كلما كثرت الركام كلما كثرت فرص المدافعين كذلك هناك القاعدة الأساسية للحرب أن من ينتظر أو أن من يتحرك تحت رحمة من ينتظر فبالتالي المدافع في وضع أفضل ولديه القدرة على إعادة التموضع في مراكز أفضل من التي كان فيها قبل بداية هذا الهجوم نعم وكذلك من أهداف حماس في هذه الهدنة أن تتزود بالسلاح والذخيرة أن يتم توزيع السلاح والذخيرة وفقا للأهداف هناك طبعا تقدم للعدو في محاور مختلفة من الناحية الشمالية وشمالية الغربية ومن ناحية الجنوبية الغربية وحية الزيتون وكذلك على الشاطئ هذا التمركز الجديد للعدو يتطلب من المقاومة أن تعيد توزيع المقاتلين وتعيد توزيع السلاح وفقا للتهديد هناك سلاح كبير سيتم توزيعه وفقا للمهددات ومراكز يطلق منصات يطلق الصواريخ سيتم يعادة التوزيع لأن أكيد بهذا التقدم هناك مراكز لإطلاق الصواريخ لم تعد مجدية أو لم تعد مناسبة يطلق الصواريخ وبالتالي سيتم إعادة توزيع هذه المنصات سيتم إعادة توزيع السلاح وفغا لعدد وكثافة الآليات والمشاء الموذعين على أرض الميدان كل هذه فوائد ستجنيها حماس كذلك ستكسر من حدة هذه المعركة لأن العدو الإسرائيلي إذا عاد للقتال مرة أخرى لن يستطيع استهداف المدني بنفس الشراسة التي كان قبلها وهناك طبعا حركة إمداد كبيرة جدا ستتم حتى لمناطق شمال القطع هذا الإمداد بالمواد الغزائية وحتى سيخدم المدنيين في اللجوء إلى أماكن أكثر ويساعد المقاتلين كلما كان المدنيين لديهم ما يكفي من الغزاء لديهم ما يكفي من الوقود ومن المعينات الطبية يساعد على حمايتهم وإتاحة الفلسة للمقاتلين نعم عن مكاسب وكيف أدارت حركة حماس هذه الصفقة ينضم معنا دكتور أحمد عبدالهادي ممثل حركة حماس في لبنان دكتور عبدالهادي أهلاً وأسهلاً بك إذن لو تحدثنا عن الأهداف التي حققتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في هذه الصفقة بسم الله الرحمن الرحيم تحيي إلى كل الضيف ولكل المشاهدين أولاً لابد أن نتكلم بأن هذه الهدنة إن شاء الله إن تمت هي نتيجة طبيعية لصمود المقاومة وإسخانها في العدو وعدم تمكين العدو من أن يحقق أي إنجاز ميداني ثم أيضاً صمود الشعب الفلسطيني الذي تعرض لمحرقة ومجزرة وإبادة جماعية بالرغم من ذلك بقي صامداً صابراً محتضناً للمقاومة فإذن جاءت هذه الهدنة ثمر لكل ذلك المسألة الثانية بالتأكيد أول هدف أردته حركة حماس من هذه الهدنة هو وقف العدوان على شعبنا وفك الحصار عنه بمعنى إدخال المساعدات الصحية والغذائية والوقود وغيره مما يعز سموده ويساعد في بلسمة جراحه نسبياً لأن الشعب الفلسطيني دفع ثمناً باهضاً وهو يدافع عن الإنجاز الضخم الذي حققه في السابع من أكتوبر وأيضاً بسبب بقائه محتضماً للمقاومة التي كانت تبدع في الميدان وتسخن في هذا العدو بالتأكيد الصفقة كون يتم الإفراج عن أطفال ونساء يعني 150 وشق ما تم الاتفاق عليه كمان هذا يعتبر إنجاز بالنسبة لشعبنا الفلسطيني وليس فقط بالنسبة لحركة حماس إضافة إلى يعني إعطاء مجال لشعبنا ليتنفس ليأخذ جزءاً من إعادة ترتيب أموره وبلسمة جراحه إذا في مجال رفع الأنقاض والبحث عن ناجين والجثث التي هي تحت الأنقاض وغيرها من القضايا بالتأكيد الهدنة لنا فيها مصلحة وفوق كل ذلك عندما يتم وقف إطلاق النار وفق الهدنة التي تكلمنا عنها فهذا انتصار كبير للمقاومة على طريق الانتصار الأكبر من خلال انتهاء الحرب بما يعلى ما يحقق مصارف شعبنا هذا النصر في المفاوضات وإتمام الصفقة دكتور أحمد عبدالهادي البعض كان يتحدث عن غزة ما بعض هذا العضوان وكأن حماس غير موجودة إلى أي مدى يؤشر على قوة حماس وفرض شكل غزة ما بعض المعركة اللافت أنه عندما كانت تطلق هذه الأفكار وهذه البشاريع من قبل من كان يطلقها سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو غيره كان يطلقها في ظل استبرار المعارك على الأرض وكأن العدو الصهيون انتصر هو ومن يدعمه والبقاومة انتهت كما كانوا يرغبون ويتمنون ولذلك سيفرضون شروطهم وسيتحدثون عن غزة كيف ستدار وكيف ستكون أوضاعها بدون حماس الذي يتكلم هو المنتصر وليس المنهزم وفي إشارة إلى الذي تفضلت فيه الهدنة وإتمامها دليل انتصار جزئي على طريق الانتصار الكلي وبالتالي إذا استمرت هذه الهدنة وتم تجديدها تمهيدا لإنهاء هذه الحرب كليا ووقف العدوان هذا يرسق قوة وحضور المقاومة وبالتالي أي تصور لما بعد الحرب ستكون حماس والشعب الفلسطيني في غزة حاضرين بقوة في كل الترتيبات وبالتأكيد لم تكون إلا لصالح شعبنا نعم هناك سؤال عن آلية إدارة هذه الصفقة دكتور أحمد عبدالهادي عن الأدوار التي كانت موجودة هل كان هناك ضغوط عربية من رعاة هذه الصفقة أم بالفعل كما يتم الحديث هو حرفيا ما طلبته المقاومة على الأرض بداية أشرت قبل قليل أن الضغوط جاءت تتويجا لانتصار المقاومة في الميدان وتكبيد العدو الصهيوني خلال عدوانه البري خسائر فادحة في الجنود والضباط قتلى وأيضا في المركبات إضافة إلى صمود شعبنا هذا الذي أعطى مجال للوسطاء لكي يتحركوا ويضغطوا إضافة إلى حرب إعلامية ناجحة جدا ومبدعة نفذتها كتائب القسام والقيادة السياسية للحركة وللمقاومة كل ذلك ساهم في حشر هذا العدو وفي الضغط عليه داخليا وأيضا على مستوى إثارة الرأي العام العالمي الذي لم يعد يتقبل المشهد المأساوي والإرهابي من قبل العدو مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مجازر بحق شعبنا كل ذلك أدى إلى إنتاج هذه الهدنة لكن أثناء الهدنة كان هناك مفاوضات كان هناك شروط وشروط مضابة خلال شهر العدو انقلب على ما يتم الاتفاق عليه في ذلك الوقت أكثر من مرة إلى أن الواقع الميداني والصمود لشعبنا والمقاومة ضغط عليه وعلى الولايات المتحدة اللي ليس من مصلحتها الاستمرار في الحرب من أجل لا شيء وبدون إنجاز وخصوصا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية والخوف أيضا من توسع الحرب لتشمل المنطقة برمتها كل ذلك أنتج هذه الصيبة يمكن كنا نريد أكثر أو العدو يريد أكثر لكن بنسبة إلينا نحن راضون بما تم التوصل إليه كون تحقق أهداف شعبنا وتخفف من معاناة نعم كل أشكر لك ممثل حركة حماس في لبنان دكتور أحمد عبد الهادي أستاذ عامر حسن عباس الآن هناك المعض يتخوف يعني من أثناء يعني إجراء هذه العملية هذه الصفقة من العمل الاستخباراتي الكثيف يعني تتبع أماكن خروج المحتجزين محاولة معرفة أين يتمركز بعض عناصر المقاومة ما إلى ذلك حسب متابعتك وحسب علمك بالمقاومة يعني كيف ستدير عملية التبادل بشكل يعني لن يكون واضح استخباراتيا للعدو والأجهزة يعني الموالية له المقاومة علمتنا أنها لديها توقع سليم لواجبات المستقبل نعم وهذا التوقع السليم لواجبات المستقبل يجعلها تتحضر بشكل جيد لكل خطوة قادمة أنا أتوقع أن من حدد هذه الفئة من الأسرى لإطلاق صراحهم هي المقاومة الحديث كان هناك والضغوط كانت حول الأعداد وما يقابلها البعض يقول أنهم كانوا عبءا على المقاومة يعني لا يريدون هذا يعني هذا استجلابهم كان حتى يعني ليس من تكتيك المقاومة يعني هذا طبعا فرضته شروط المعركة يوم سبعة أكتوبر ولكن فيه فايدة كبيرة لأن العدو الإسرائيلي لا يتورع في اعتقال الأطفال ولا النساء يعني ونحن نعرف ذلك تماما المقاومة بتوقعها السليم لواجبات المستقبل أتوقع أنها قد حركت هؤلاء الأسرى وجعلتهم في مناطق يمكن يعني سحبهم منها دون التأثير على كشف مواقع بقية الأسرى الآخرين يعني أثناء القتال هناك حركة دقوبة لتحرك هؤلاء الأسرى من مكان لمكان حتى سيما أنهم أطلقوا صراح يعني دون معرفة الذين أطلقوا صراحهم ذكروا أنهم تم نقلهم من موقع إلى موقع أثناء الحرب نعم وهذا يعني أن لديهم القدرة الكاملة لتحرك هؤلاء الناس أثناء الحرب فبالتالي أثناء الهدنة سيتكون قدرة مقاومة على ذلك أكبر وأفضل وأنا أتوقع أنها بالفعل قد حركت هذه الفئة واحتفظت بها في مكان حتى إذا اكتشفت الإسرائيل واكتشفت المخابرات العالمية بالتصوير بالأغمار الصناعي بغيرها مناطق الاحتفاظ بهذه الفئة وهذه المجموعة التي سيتم إطلق صراحة لن تتأثر بقية الفئات الأخرى لأن المقاومة تحركتهم من مواقعهم الأساسية وتم تحضيرهم للتخصى رحيم أنا أتوقع أن هذا تم أثناء التفاوض وأثناء الحرب تماماً نعم يعني حسب ما تبعت وحسب رصدك لما تمتلك المقاومة بالمقابل ما يمتلك الاحتلال عسكرياً ما بعد الهدنة كيف ستسير الأمور وطبعاً المقاومة الآن لديها فرصة ذهبية في إعادة الانتشار على الأرض لديها خارطة واضحة جداً لغزة في السطح وكذلك لديها أنفاق تحتفظ بها ومن أهم أساسيات نتائج هذه المعركة أن إسرائيل لم تستطيع الوصول إلى نقاط قوة حماس الربعية هذه النقاط لم تكتشف الأنفاق لم تستطيع تحييد الصواريخ ولا منصات الإطلاق لم تستطيع تلافي الضرب المدفعي الذي يتم من غزة على تجمعات القوات في غلاب غزة لم تستطيع أن تحييد المقاتلين من الاشتباك الرجل لرجل في ميدان القتال هذه نقاط قوة حماس والمقاومة عمونة وحفظت على هذه النقاط أثناء الحرب الآن ستعزز قوتها من خلال إعادة انتشار المقاتلين من خلال إعادة انتشار منصات الإطلاق بحيث أنها بعد عودة الحرب مرة أخرى إذا عادت إسرائيل للحرب مرة أخرى سيكون لديها القدرة على إطلاق الصواريخ بكثافة أكبر لأن هناك أكيد بالتأكيد هناك منصات الآن في أماكن لا تستطيع إطلاق الصواريخ منها من واقع أن القوات الإسرائيلية فعلا قد دخلت إلى قطاع غزة ولديها نقاط ارتكاس في مناطق مختلفة قد تكون هذه النقاط قريبة من مناطق إطلاق منصات إطلاق الصواريخ فبالتالي هذه فرصة زهبية للمقاومة لذلك كذلك حركة إسرائيل على الأرض يمكن كشفها لأن هذه الهدنة تسمح بمرور المساعدات والناس حتى في القطاع الشمالي من غزة أو جزء الشمالي الذي تمركز به قوات الاحتلال وهذا يعني أن حركة المزعفين وحركة المواطنين وهذه الحركة الواسعة ستكشف لحماس كثير جدا من واقع انتشار العدو في الميدان ما يؤهلها لصياة هذه القوة بمجرد أن تبدأ الحرب مرة أخرى إذا ابتدر العدو الإسرائيلي ذلك نعم يعني سؤالي الأخير هو سؤال عسكري سياسي هذه الهدنة أكيد ستكشف لجمهور الإسرائيلي حجم الخسائر التقريبي يعني على عكس ما يعلن الاحتلال والقادة العسكريون بالمقابل سيكون هناك ضغط كبير على نتنياهو الذي يعني بسبب تعنته في هذه النقطة وشن الحرب وقال صرح بالجملة يعني بالحرفيا لن يكون هناك تفاوض على الأسرى لكن سيعودون بالقوة هذه جملة حرفيا هكذا قالها الآن ينصع وينصع بعد أن فقد حسب ما أعلنته المقاومة فقد تقريبا ستين من الأسرى الذين قصفوا بطائرات الاحتلال هذا الضغط الشعبي السياسي على نتنياهو إلى أي مدى سيؤثر على مسير المعركة لاحقا وطبعا نتنياهو بدأ يخسر رصيده لدى الشعب ولدى الطبغة السياسية الحاكمة نعم ونلاحظ أن هناك سباغا سياسيا محموم بدأ في إسرائيل من واقع استطلاعات الرأي التي ابتدأت أسناء الحرب نعم مرحلة ما بعد نتنياهو وغد يكون التضحية بنيتنياهو هو إحدى سيناريوهات إنهاء المعركة لأن الطبغة السياسية التي تحكم في إسرائيل نحن نعرف كلها من اليمين المتطرف ولم يكن من مصلحتهم بأي حال من الأحوال بعد الانتصار الكبير يوم 7 أكتوبر أن لا تكون لديهم ردة فعل عسكرية تجاه المقاومة وتجاه غزة لذلك كلهم مع بعض اتفقوا على غزة وقاموا بهذه الحرب الوحشية ولكن الآن كل فصيل سياسي يفكر في مستقبله لوحده هذه الهدنة هي نقطة سياسية فارقة ستجعل هذه القوى السياسية تفكر في إمكانية أن تنهي هذه الحرب بإنهاء وجود نتنياهو على منصبه في منصب رئيس الوزراء فبالتالي قد تكون هذه الهدنة فرصة لزحزحة المسرح السياسي على إسرائيل كذلك يعني من النقاط المهمة جدا أن الغادة العسكريين الآن وصلوا إلى قناعة أن الدخول إلى قطاع غزة لم يكن خيارا عسكريا جيدا وأن النتائج على الأرض كبيرة جدا خصائر كبيرة العدو الإسرائيلي لا يعني خصائره ولكن من واقع ما أعلنته المقاومة وما شاهدناه نحن على شاشات التلفاز وهذه المعاركة التي جرت رجلا لرجل في مسافات قريبة جدا هذا يعني أن حجم الخصائر الإسرائيلي كبيرة عندما نتحدث عن تدمير آلية الواقع العسكري والمنطقة العسكري يتحدث عن عشر أفراط خصائر بين القتيل وجريح في قصات كل آلية نحن الآن نتحدث عن 250 إلى 300 آلية تم تدميرها إذا جمعنا هذه البيانات التي صدرت من المقاومة في طوال هذه الفترة هذا غير القوة الراجلة هذه غير القوة الراجلة فتغريبا حوالي 3000 إلى 3500 هؤلاء هذه خصائر العدو في العملية البرية بين قتيل وجريح والقتل أكثر من الجرحة هذا الأسرى الكبير على القادة العسكريين وهذا الأسرى الكبير سينعكس على الحكومة والطبق السياسية ضغطا عليها كذلك سيضغط المواطنين أهالي هؤلاء العساكر الذين يرون هذه الخصائر الكبيرة يخافون عليهم سيضغطوا من أجل عودتهم حتى الجيش الإسرائيلي في حقيقة لا يحب المواجهات المباشرة إذا كانت هناك حربا تستنزف قواه البشرية يعود مرة أخرى ليقاف هذه الحرب والعمل من خلف ستار هكذا تعودنا على إسرائيل ولذلك أنا أتوقع تمديد هذه الهدى بشكل من الأشكال أتوقع الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ويكون هناك التفاوض حولها كيفية وبالمحصلة سقوط حكومة نتنياهو بالتأكيد شكرا لك أستاذ عامر حسن عباس المختص في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية تحيات لك وأنتم أعزائنا المشاهدين كل الشكر لكم عاشت غزة عاشت فلسطين دام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة